موسيقى موسيقى من قناة الأخبارية أحييكم مشاهدين الكرام ورحبكم في حلقة اليوم من بنامج ساعة في الاقتصاد متحدث في ملفنا الأول عن استقرار الأسواق النفطية توجه أسعار النفط في المرحلة القادمة وكيف ترتبط أو ما هو الرابط ما بين أسعار النفط وتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى نقل الاقتصاد السعودي إلى عصر ما بعض النفط وإلى اقتصاد متنوع المصادر ورحب بضيفي في حلقة اليوم المهندس أسامة الكورتي أمين عام مجلس الغرف السعودية السابق أهلا بك معنا مهندس أسامة أهلا بك وأهلا بك وأهلا بك وأهلا بالمشاهدين والمشاهدات أهلا بك مهندس أسامة أسمح لي ننتقل معكم مع سادة المشاهدين لمتابعة بعض التفاصيل في سياق التقرير التالي يستفيد الاقتصاد العالمي حاليا من استعادة السوق النفطية لتوازنها بوتيرة متسارعة في ظل الطلب القوي على النفط ونجاح اتفاق أوبك أرغم توجهات رؤية المملكة المستقبلية لتنوع مصادر الدخل تمثل الارتفاعات الحالية للسوق النفطية فوق مستوى 60 دولار للبرميل عاملا لمداخل الميزانية العامة للمملكة ويسمح هذا المستوى السعري لتوجيه الفوائد الإيرادية لمزيد من الاستثمارات التي تتجه حاليا لمجالات جديدة يتوقع أن تدر عوائد غير مسبوقة في القطاع غير النفطي كما يسمح النطاق السعري في تعزيز مقومات الاستثمار للمملكة وصرف المداخل النفطية لتهيئة البنى التحتية الجاذبة لبيئة الاستثمارات غير النفطية وبالرغم من هذا التوجه حرص اقتصاد المملكة على الاستفادة من تنوع الاستثمارات النفطية من خلال قطاعات البتركيمويات والتعدين كهدف استراتيجي إضافي يعزز مكانتها النفطية فالاعتماد على المداخل النفطية لا يزال حاليا أساسا للمملكة في استقطاب وجذب الاستثمارات الحديثة مع حاجة هذه الاستثمارات إلى أحجام تمويل مرتفعة وتظهر توجهات المملكة الاستثمارية التي تمضي فيها المملكة قدماً وفق رؤيتها في قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات والسياحة والتكنولوجيا بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي إلا أن التحدي لا يزال قائماً في توطين تلك الاستثمارات على المدى المتوسط أرحب بكم مجدداً مشاهدينا الكرام وهدث أسامة أرحب بكم معنا مرة جديدة تسعى المملكة ودول منظمة أوبيك إلى تحقيق استقرار في الأسواق النفطية أيضاً تم في الفترة السابقة الاتفاق على تخفيض الإنتاج ما بين المملكة والروسي أكبر منتجين للنفط في العالم ما بين منتجين النفط داخل أوبيك وخارج أوبيك إلى أي مدى هذا الاتفاق حقق الاستقرار في أسواق النفط؟ بسم الله والصلاة والرسول الله يعني أني أثرت نقطة مهمة جداً هي الفارق بين اهتمامات المملكة بالبترول واهتمامات الدول الأخرى المملكة لم تكن أبداً داعي تدعو إلى رفع أسعار البترول وإلى زيادة استفادتها من الدخل كانت المملكة دائماً تكون هدفها والمعلن والمطبق هو البحث عن استقرار سوق البترول فيما يختص بالسعر وفيما يختص بكمية الانتاج المتوفر للمستهلكين وهذا يعني أمران مهمان إذا أردنا أن ندعم نمو الاقتصاد في الدول الأخرى وندعم الاستثمارات في الدول الأخرى سواء كانت بترولية أو غير بترولية وبطبع تلحال دعم الاستثمارات في المملكة ويعني هذا أمر وصل إلى مرحلة أننا في قبل عدة عقود قررنا أن نلعب دور المنتج الموازن حتى نحقق هذا الاستقرار وقد تكلفنا هذا الأمر كثيراً ولكن هذه جزئية مهمة جداً موضوع الاستقرار في العلمات الحالية كما تعلمين أن سعر البترول تجاوز الستين دولار قبل أربعة وخمسة أيام صحيح أنه بدأ في الانخفاض قليلاً ولكن أنا لا أعتقد أن هذا الانخفاض سيستمر هو انخفاض بسيط جداً خلال الأربع أو ثلاثة وأربع يام الماضية ولكنه انخفاض مؤقت في نظري لأن المعلومة المهمة ذكرتها هو اتفاق المملكة وروسيا المنتجين الرئيسيين أو مصدرين الرئيسيين للنفط في العالم على تثبيت الاتفاق الحالي الموجود داخل منظمة الأوبك وخارج منظمة الأوبك على حجم الانتاج الذي يعني يؤدي لهذا الاستقرار الذي نتحدث عنه فأنا أتصور أن المدى المطاوع على المدى القصير سيكون فعلاً هناك الاستقرار في السعر لا أتوقع زيادات كبيرة ولا أتوقع انخفاض كبير سيمر مرحلة يعني في المردى المتوسط سيمر مرحلة مهمة من الاستقرار في سعر البترويد وبالمناسبة الكثير من المختصين وأنا لست منهم يقولون أن السعر 60 دولار هو السعر المناسب للمملكة والروسيا كذلك ولدول المنتجة حتى ولدول المستهلكة كذلك فأيضاً سعر متوازن ومهم لكن يجب أن لا ننسى كذلك أن سعر البترويد يتأثر بالقدرة الانتاجية للدول وهذه نيزة مهمة جداً للمملكة أن لديها فائض في المقدرة الانتاجية بحيث أنه لو سار هناك طلب في المملكة مستعدة عن اندتها وكذلك في المقدرة التصديرية يعني توجهاتنا الكبيرة لضمن رؤية 2030 لرفع حجم إنتاجنا للطاقة من المصادر المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح سيخفض من استهلاكنا المحلي للبترول وبالتالي يزيد من مقدرتنا على تصدير هذا النفط وهذه ميزة غير موجودة في روسيا بالمناسبة ممتاز مهندس أسامة إلى أي مدى يمكن القول أن الاتفاق الذي تحقق بتخفيض الانتاج أدى إلى تحقيق الأهداف المجروعة بإعادة التوازن بين العرض والطلب وبالتالي رفع الأسعار بناء على العوامل الأساسية وهي التوازن بين العرض والطلب دائما تقول السعودية أنها لا تريد أن تلجأ إلى تخفيض الانتاج لكي ترفع الأسعار وكما ذكرت سابقاً اهتمامهم هو بالاستقرار والاتفاق الذي تم في تفاصيله يركز على موضوع تثبيت الانتاج بدلاً عن تخفيض الانتاج وإن كان التخفيض موجود وتحاول بعض الدول والسبب في هذا ليس على مستوى المملكة ولكن على مستوى الأوبك وعلى مستوى الدول الخارج الأوبك هو الأداء الموجودة لدى الأمريكان فيما يختص بالأحتياطي الاستراتيجي أعلنت رؤية عن مملكة 2030 والتي تهدف إلى نقل الاقتصاد إلى اقتصاد أو إلى عصر مع بعض النفط يعتمد على اقتصاد متنوع على إرادات متنوعة بغض النظر عن الإرادات النفطية أيضاً تهدف إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى أي مدى تذبذب أسعار البترول يؤثر سلباً في تحقيق هذه الرؤية؟ العلاقة بين الرؤية وبين سعر البترول مهمة جداً لأن كما فهمت الرؤية وكما يعني درستها وحللتها الغرض الأساسي منها هو تخفيض الاعتماد على البترول في الاقتصاد السعودي وطالما يعني بحين أقول أن يعني هناك ميزة لانخفاض سعر النفط وهي أنها أوجد الدافع للمملكة العربية السعودية لتنوع الاقتصادها إذن الغرض الأساسي من الرؤية كما فهمها هو تخفيض الاعتماد على النفط كمسترساتي للدخل في المملكة العربية السعودية صحيح وللميزانية الحكومية وبالتالي يعني الارتفاع العالي لأسعار المفقد لا يكون في صالح تنفيذ الرؤية لهذا السبب يعني رؤية عفوا رؤية مهمة أهداف رئيسية متنوعة متشعبة كما ذكرت أهم ما هو تخفيض الاعتماد على النفط ولكن باستخدام وسائل مبتكرة في أسلوب يعني في تاريخ المملكة العربية السعودية يعني خفضت سعار النفط نسحب من الاحتياطيات ترتفع سعار النفط يعني نزيد نرفع حجم الاحتياطيات ولكن الطريقة المبتكرة حاليا هي فتحة بواب جديدة في الاقتصاد صحيح دعم تواجد القطاع الخاص السعودي والأجنبي في الاقتصاد التركيز على الابتكار والمعرفة ويعني عندما نتحدث عن القطاعات الجديدة في مشروع يوم مثلا تسعة قطاعات مبتكرة تماما حتى الزراعة لم نتحدث عن الزراعة ولكن تحدثنا عن وساليب وطرق حديثة في الزراعة والري بسبب بغرض توفير الأمن الغذائي للمنفق العربية السعودية فإذا صاحب الرؤية يعني ليس عملية سهلة كفتح باب الاستثمار أو انفاق الكثير بالمبالغ من التمويل الحكومي للمشاريع ولكن فرصة مهمة للابتكار وأذكر بحديث صاحب السمو الملكي ليوير محمد بن سلمان عندما أخرج تليفونين جواله وقال هذا وضعنا الحالي وهذا وضعنا الجديد فيعني هذه مثال ممتاز ليس فقط للمشاريع اليوم ولكن للرؤية بشكل عام نعم طيب تفضل نعم وبالتالي الاستخدام الأفضل للقوى العامة السعودية بعد أن انشأنا الجامعات وتخرج طلابنا وطالباتنا من هذه الجامعات ومن الجامعات الأجنبية فأصبح إحداث وظائف لهم أمر غير اختياري وخاصة الوظائف المرتفعة للقيمة نعم نحن لا نريد أن يكون بناتنا وأبناءنا يعني يعملون في مجالات تقليدية ويبحثون عن وظيفة إدارية فقط هذا صحيح وبالتالي نحن فرصة أكبر للمساهمة في بناء هذا الوطن والابتكار في هذا الوطن ومجهودات مسك معروفة في البحث عن الوسائل المتقدمة في التقنية ممتاز مهندس أثناء أيضا في نفس السياق مع إعلان الرؤية بدأنا نشهد توجه جديد لصندوق الاستثمارات العامة لأن يلعب دورا في الاستثمار في التقنية الاستثمارات في تنويع القاعدة الاستثمارية هذا توجه جديد لصندوق الاستثمارات العامة ما أهمية استقطاب شركات أجنبية تستثمر في التقنية كمشروع نيوم وغيرها تستثمر أو توطن الصناعات الثقيلة كالصناعات العسكرية والتقنية الانترنت الأشياء الذكاء الاصطناعي تستقطب المملكة كل هذه الشركات بهدف مواكبة هذا التطور التقنية يعني هنا أفكر في صندوق التنمية عفوا صندوق الاستثمار في التوجه الحالي لصندوق الاستثمارات العامة وأفكر كيف أنا كنت أفكر قبل عشر سنوات نعم عفوا صندوق الاستثمارات العامة وألاحظ كيف كان تفكيري متواضعاً كنا نتحدث مع مجموعة من اقتصاديين عن تطوير الصندوق الاستثمارات العامة عن طريق تحويله إلى صندوق سيادة سيادة عن طريق إن شاء وفعلاً أنشئت شركة سنابل التي يملكها الصندوق بعشرين مليار ريال أو عشرين مليار دولار بغض النظر ما زال المبلغ يعني متواضع كثيراً ووجدت أن الخطط الموضوعة لصندوق الاستثمارات العامة تتجاوز كثيراً مثل هذه الطرحات ومثل هذه الأفكار باعتبار أننا دخلنا مرحلة الشباب ومرحلة اهتمام الشباب ورغبتهم في التطوير رئيسي للإقتصاد السعودي فسعيد جداً بتوجهات صندوق الاستثمارات العامة وإن كنت أرجو أن يرفع صندوق الاستثمارات العامة من اهتمامه بالمستثمر السعودي والمستثمر المحلي ولكن لا بد من الاستثمارات الأجنوبية ليس فقط للمساهمة في تمويل هذه الاستثمارات وهذا بالنسبة لي أمر ثانوي الأمر المهم هو نقل التقنية نقل العلم ونقل المعرفة هذه جزئية مهمة جداً وكلما تبحرت في قطاعات التسعة الخاصة بمشروع نيوم كلما أدركت مدى أهمية المستثمر الأجنبي لأنه تقنية التي تتحدث عنها نيوم ليست تقنية بسيطة القيادة الذاتية الطيران الذاتي القطاعات التسعة كما ذكرت يعني قفزة عالمية كبيرة وتوجه لنقل الاقتصاد السعودي إلى القرن الرابع والعشرين بمرة أقول خامسة والعشرين ولكن توجه فعلاً حقيقي لنقل هذا الاقتصاد وليس استخدام تعبير تخفيف أو خفض اعتماد الاقتصاد السعودي على البترون أو على النفط يعني كلمة متواضعة بدرجة كبيرة ما يتم حالياً هو النقل تام للاقتصاد السعودي تمثل في مشروع نيوم تمثل في مشروع قدية للترفيه تمثل في مشروع البحر الأحمر نريد أن يكون هناك تغيير جذري في الاقتصاد السعودي تنويع لمصادر الدخل مساهمة المواطن بشكل مباشر في هذا الاقتصاد نقطة أيضاً مهمة القطاع الخاص في كل هذه المراحل السابقة يعتمد بشكل رئيسي على مشاريع الدولة التي تطرحها مشاريع البنية التحتية وهي تشغل القطاع الخاص كيف يمكن نقل أيضاً فكر الاقتصاد فكر القطاع الخاص إلى فكر جديد مبني على استثمارات جريئة في القطاعات الحيوية الغير مستغلة أو الغير مستثمرة حتى الآن سأضطر إلى أن اختلف معك الاقتصاد للقطاع الخاص قطاع النشط قطاع الخاص السعودي قطاع نشط ومتحرك يعتمد بدرجة ليست كبيرة على العقود الحكومية الحكومية أنت تفكرين في عقود المقاولات وعقود الخدمات وما شبحها ولكن القطاع الخاص السعودي مستثمر في مشاريع مهمة ورئيسية وتوظف العديد من الشباب والشابات السعوديين والعديد منها يعني يمس القطاعات التي ذكرتها متعلقة بإنترنت الأشياء وغيرها من التقنية الأخرى يعني في المملكة ولكن فعلا هناك حاجة إلى وأن الوقع هذا الأمر ذكرته همام المسؤولين في الورفة التجارية هناك حاجة إلى رفع مستوى وفكر وخطط القطاع الخاص السعودي ليصل إلى مستوى التفكير الحكومي الحالي التفكير الحكومي الحالي في الاقتصاد ارتفع ارتفاعا سريعا وبقوة وما زال القطاع الخاص يحتاج إلى لحاق بهذا الأمر وعلى هذا الأمر يقول أن صندوق الاستثمارات العامة يحتاج إلى أن ينتبه إلى هذه الفجوة ويحاول أن يدخل القطاع الخاص في هذه الفجوة كيف يتم ذلك كما حدث أسامة يتم ذلك عن طريق مشاركة وليس القطاع الخاص فقط أنا أتحدث عن رجال وسيدات العمل نتحدث كذلك عن المواطنين المنح الفرصة للقطاع الخاص السعودي للمشاركة مثلا مع الشركات الأجنبية ليس من الضروري أن يكون المستثمر الأجنبي هو الشريك الوحيد لصندوق الاستثمارات العامة في مشاريعها وفي شركاته لكن يمكن أن يكون القطاع الخاص السعودي كذبا كذلك شريك في هذه المشاريع والآمل أن يطرح بعضها في الأسواق المالية لكي يتمكن المواطن العادي وهذه جزئة مهمة المواطن العادي أنا لا أتحدث عن الصندوق الاستثمارية أو الشركات الاستثمارية أتحدث عن المواطن العادي ولحظنا بعض الطروحات التي تمت مؤخرا ارتفاع كبير جدا في الطلب فمن كان يدعي أن الاقتصاد السعودي يمر في مرحلة صعبة فلينظر إلى ينظر إلى النتائج التروحات التي ترحت ونقصد التروحات التي ترحت في سوق المال هذا صحيح هذا صحيح يعني وصلتها طلبات تتجاوز أربع وخمسة أضعاف ما طلبتها هذه التروحات كذلك يجب أن ينظر إلى الاقتراض الحكومي من الداخل وكيف تجاوبت البنوك وتجاوبت الجهات الاستثمارية بالأكثر جدا من ما طلبت الحكومة يدل على الثقة يدل على الثبات يدل على أن هناك أمل كبير في تحقيق ريعة 2030 وتحقيق هذه المشاريع التي أعلنت وخطط صندوق الاستثمارات العامة حتى صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن إنشاء صندوق الصناديق الذي يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة المتوسطة وشركات القطاع الخاص نحن ننتظر صندوق خاص لتمويل المؤسسات الصغيرة المتوسطة لأن فيه هذا ليس فقط إدراك ولكن تصرف عملي يتعلق بإحداث وظائف المواطنين السعوديين وتحفيزهم على الدخول في المنشآت الاستثمارات وبالمناسبة في دول العالم كلها المؤسسات الصغيرة المتوسطة تمثل سبعين إلى تسعين في المئة من الناتر القومي في الدول وتوظف العدد الأكبر من اليد العامل أيضا قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة هل فقط نحتاج إلى إنشاء صندوق لتمويل هذه المنشآت أم التحديات أكبر من مسألة تمويل؟ قبل حوالي عشرين سنة كنت أتحدث في مؤتمر هنا في الرياض عن المنشآت الصغيرة المتوسطة وذكرت أن هذه المسلسة تحتاج لها ثلاثة أمور يجب أن نهتم فيها رقم واحد التمويل ورقم اثنين التمويل ورقم ثلاثة التمويل أعترض بعض الموجودين على هذه الفكرة ولكن ميكت من خبرة ومن دراسات ومن تحليل ومن مقارنات عالمية أنه إذا وفرنا التمويل للرسلسات الصغيرة المتوسطة فنحن وفرنا 90% من احتياجاتها يأتي بعد ذلك توفير الخبرة توفير الأسواق التدريب تسهيل الإجراءات تسهيل الإجراءات هذا موضوع مهم جدا وأرجو أن يرتفع مستوى اهتمام الدوار الحكومية بتسهيل الإجراءات ويجب أن يكون هناك إجراءات مختلفة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة عن الشركات الأخرى ولكن بالدرجة الأولى والثانية والثالثة هو التمويل مهندس أسامة إذن نحن أمام نقلة نوعية للاقتصاد أمام تحديات جديدة تواجه ليست يعني التحديات ليست عقبات وإنما فرص جديدة للاستثمارات النوعية ما المطلوب أيضا لتحقيق هذه الأهداف هناك مجموعة من الاحتياجات التي يحتاجها أي اقتصاد وبشكل نعم البنية التحتية تتحدث عن المقاولات والتي يعني الحكومة تقدمها خاصة وهذا جزء مهم كما ذكرت لك هناك حاجة الاستمرار في بناء البنية التحتية وبالذات البنية التحتية الإلكترونية المتعلقة بالاتصالات ونقل وتقنية المعلومات بنية التحتية ما زالت تحتاج إلى تطوير يجب أن يكون هناك تحفيز لشركات الاتصالات في المملكة لكي تستثمر في مثل هذه الأمور التعليم والتدريب موضوع مهم جدا يعني لما كنت عيدا عندما علمت أن الجامعات السعودية لم تتمكن لم ليست في موقع يسمح لها بيقبول كل خرجي الثانوية العامة ونعتقد هذا أمر يجب أن يتغير كما هو الحال كما هو المثال الذي ذكرته بين وضع الفكر الحكومي في الاقتصاد ووضع القطاع الخاص في الاقتصاد نحتاج كذلك إلى رفع مستوى التعليم في المملكة ليصل إلى مستوى الفكر الحكومي في الاقتصاد لأن ما زال يعني الكثير من جامعاتنا يخرجون يخرجون مخرجات تقليدية لا تتناسب مع العصر الحديث ما زالت الغرفة التجارية تحتاج إلى تطوير أسلوب عملها وطريقتها كذلك لكي تتناسب مع متطلبات الرؤية ومتطلبات مشاريع الاستثمارية الجدية ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة فهذه البنية التحتية كلها مطلوبة ولدينا في صاحب السبو الملكي عمير محمد بن سلمان يعني قيادة مميزة وأداء مهمة هي صندوق هي مجلس التنمية الشؤون الاقتصادية والتنمية وهذه وهذه أداء مهمة جدا تستطيع أن تصل لكل نواحي الملكة العربية السعودية حتى كما ذكرت يكون الفكر والعمل متقارب طيب هذه السسامة أيضا أشدت إلى نقطة مهمة مخرجات التعليم وإن كانت هناك فجوة ما بين حاجة أو تباعد ما بين حاجة سوق العمل والاختصاصات التي يتخرج منها الطلاب أيضا المرحلة القادمة تفتح أفاق جديدة تخلق فرص وظيفية جديدة نوعية تقنية وتلغي وظائف موجودة الآن ستصبح ستغيب في المراحل القادمة نظرا لهذا التطور التقني كيف العمل يعني تنمية موارد البشرية بالشكل الذي يتناسب مع كل هذا التطور الجديد أمر بسيط جدا ومعروف عالديا ومطبق كثيرا وهو موضوع إعادة التأهيل ما زالت جامعاتنا يعني كما ذكرت ما زالت جامعاتنا تخرج أو خرجت بعض القوة العاملة التي يعني لا تستطيع أو لن تتمكن من الاندماج مع هذا المناخ الجديد وتطور العظيم في الاقتصاد السعودي وتغير المتطلبات المتعلقة بالكوة العاملة فيها ولكن أنا أدعو مراكز التدريب والجامعات للنظر في موضوع إعادة التدريب المحاسب الذي لا يستطيع أن يستخدم اللدوات الإلكترونية في عمله يجب أن يعادة تدريبه والخريج الحاسب الآلي الذي ما زال ولا أعتقد أن هناك كثير من هذه الأمثلة ولكن الذي ما زال يستخدم لغة C والC بلس يجب أن يتوقف هذا الأمر ويجب أن يعادة تدريب وهذا يأتي برعاية الحكومة وبرعاية المؤسسات التعليمية إعادة التدريب وإعادة التأهيل يعني أنا حتى في عمري هذا أحاول دائما أن ندخل إلى أحضر برامج تدريبية لكي أتعلم الأمور الجديدة وتفاعل مع متطلبات الحياة وبالتالي الجامعات قد لا يكون سعيدين عندما يقول أن يجب أن يبدأوا برامج عمل جديد مرتبط بإعادة تأهيل خريجينها سأل أخير مهندس أسامة كيف يمكن تأهيل البيئة الاستثمارية أو تحسينها من خبرتك في مجال الغرف التجارية وعملك مع القطاع الخاص كيف يمكن جعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية واستقطابا للاستثمارات المحلية والعالمية سأكون يعني دوراً كلمة يعني تعبر عن رأيي ولكن أريد أن تتوقف كافة الإجراءات الحكومية وأن ينتقل إصدار الترخيص من الترخيص بغرض الموافقة الحكومية على بدء العمل إلى أن يصبح مهمة الحكومة إصدار الترخيص وليس مهمة البواطن أو المستثمر أن يستخرج جاذب الترخيص لنفسه كنت في بعض المناسبات سأخذ دقيقتين لشرح هذه الفكرة كنت أتحدث مع بعض المسؤولين فقلت أنا أنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي يصبح فيه القانون للنظام في المنكة ربية السعودية يسمح لي بإنشاء العمل الاستثماري وتنشيطه ثم بعد أن يكتمل أقدم للحكومة وأقول لهم أنا الآن جاهز تعالوا زيروني ورخصوني وقلت على سبيل الفكاهة تمنى اليوم الذي يتصل به المسؤولين في أحد الجهات التي تصدر بهذه الترخيص ويقول لي نحتاج إلى هذه المعلومة لإضافتها إلى ترخيصك وأقول لهم رجعني بكرة شكرا لك مهدسة سامة كردي أمين عام مجلس غرف سعودية سابقا شكرا جزيلا توجدك معنا في حلقة اليوم أهلا وسهلا مشاهدين الكرام هذا كان ملفنا الأول ننتقل معكم إلى الملف الثاني في ملفنا الثاني نتحدث عن الاستثمار الموجه في مناطق المملكة بحسب الميزة النسبية لكل منطقة وبحسب موارد الطبيعية والموارد في كل منطقة من المملكة كيف يتم استثمارها بشكل أفضل لتنويع الاستثمارات ولخلق فرص وظيفية مناسبة للجميع في شتى مناطق المملكة ننتقل معكم لمتابعة أتفاصيل في سياق التقرير التالي في سياق التقرير التالي ونستهل حوارنا بدأ مفهوم الاستثمارات الموجهة لمناطق المملكة من خلال المدن الاقتصادية التي وجهت مكوناتها للاستفادة من ميزات مواقعها لدعم الاقتصاد الوطني وسمح هذا التوجه الاستثماري بتقديم نماذج جديدة للاستثمارات المستقبلية استطاع اقتصاد المملكة من تطويرها إلى نماذج أكثر جاذبية وكفاءة كما دعم اقتصاد المملكة هذه النماذج بهاياكلة جديدة أدخلت فيها التوجهات الاستثمارية المستقبلية فانطلقت مشاريع مدن القدية ونيوم والبحر الأحمر كنماذج استثمارية جاذبة غير مسبوقة عالميا ودعم هذا النجاح تمتع مناطق المملكة المختلفة بميزات حصرية لكل منطقة يشكل الاستفادة من كل ميزة نسبية فيها تكامل استثماري شامل للاقتصاد الوطني بشكل عام ويشكل هذا التكامل الاستثماري ميزة أخرى لاقتصاد المملكة مع توزيع نسب المخاطر الاستثمارية فيها وسهولة التحكم في هيكلتها لصالح تعزيز مخرجاتها النوعية وتوفر تلك الميز الاستثمارية للمناطق الواسعة في المملكة إمكانية توليد استثمارات جديدة واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال مما يدعم رؤية المملكة لتنويع مصادر الدخل وفق هذا المنظور الاستثماري من المتوقع أن تتسارع واتيرة جني المداخل وتقليل تكاليف تأسيس البنى التحتية من خلال الاستفادة من ميزات المناطق لصالح تذليل معويقات تأسيس استثمارات مناطقية أخرى أرحب بكم مجدداً مشاهدين الكرام وأرحب ضيفي في السوديو المهندس محمد شراري كاتب أعلامي في صحيفة المدينة أهلا بك معنا مهندس محمد الله حييك عندما تحدث عن الاستثمار الموجه ماذا نقصد باستثمار الموجه خاصة أن المملكة تتجه الآن إلى تطوير قطاعات ومدن لم تكن مطورة الآن في شتى أنحاء المملكة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أعطيك العافية نقصد في الاقتصاد الموجه طال عمرك اللي هو إيجاد فرص وبدل أخرى للاقتصاد السعودي المبنى السعودية هي كانت تعتمد في السابق على الصادرات النفطية ولكن في الاقتصاد الموجه نسع إلى رفع الصادرات الغير نفطية من 16 إلى تقريباً 50% كذلك الاعتماد على تعزيز دور المؤسسات الخاصة في رفع استثمارها وتعزيز دعمها من 45 إلى 65% وهذا يسهم في تنوع الموارد الاقتصادية إلى المملكة بشكل عام وخلق فرص وظيفية واستثمارات كبيرة في المملكة وخصوصاً المدن نعم ما هي أبرز المميزات التي تميز المناطق المختلفة من المملكة؟ نتحدث عن المدن التي لم تستثمر فيها الموارد الطبيعية والجغرافية وغيرها من الموارد بشكل مناسب يعني لو نتكلم مثلاً عن الشمال بما أني في الشمال نعم خليكون حديثنا عن منطقة الجوف أو تبوك أو الحدوث الشمالية منطقة الجوف هي منطقة محورية تجمع ثلاث قارات أيضاً هي بوابة الوطن وأكبر بوابة في الشرق الأوسط تقريباً هي منفذ الحديثة نعم كذلك تتميز في السياحة يعني موارد من موارد السياحة فيها أقدم مستوطنة التي هي المستوطنة الشوحية في العالم كامل وفي التاريخ الذي في عندنا أيضاً موارد كثيرة الأحجار الجيرية أيضاً بحيرة دومة الجندل التي أقيم فيها قبل فترة هي العكر نفال اليوم الوطني ويعتبر من أكبر كفنانات في السعودية أيضاً المحميات أيضاً لو تكلمنا حتى على الإنتاج والتنوع الزراعي لو وجدنا أنها تضم مشاريع الضخمة في السعودية التي بسيطة وتضمها توقعها تكون 20% تمثل من اقتصاد الزراعي للسعودي كل ما نحتاجه فقط في منطقة الجوف هي تأهيل البنية التحتية من أجل تعزيز الاستثمار واستقطاب رؤساء الأموال يعني في شكل عام السعودية أو رأس المال بشكل عام جبان يبحث عن الفرصة التي يستثمر فيها ويكون هامش الربح لها أعلى بشكل سريع بشكل سريع منطقة الجوف بشكل عام الموارد الاقتصادية أنه استثمرت بالشكل الصحيح كان هذا مساهم جدا في تعزيز المصادر المالية والاقتصادية للسعودية أعتقد أكثر من المتوقع وخصوصا ما زالت منطقة بكر يعني الذي تحتاجه هذه المناطق هو فقط التمويل أو ضخ رؤوس أموال فيها تحتاج شوفي هناك الكثير من معوقات أول شيء البقاطية في العمل عدم اللي هو إصدار التراخيص ووجود الأراضي الاستثمارية تعقيد الإجراءات تعقيد الإجراءات الروتينية يعني قبل فترة كانت في منطقة الجوف وعدم المحافظات آتم استثمرين يبقوا أن يسوون فنادر خمس نجوم حكم من المنطقة حدودية وتضم بلاد الشام أيضا بجوارنا ما شاء الله البحر الأحمر تبوك وما تبوك فكانت الإجراءات الروتينية في بعض الدوار الحكومية أعاقت من استقطاب المستثمرين لسيما أن حتى الهيكل التنظيمي للبنية التحتية إلى المنطقة إلى الآن لم يتم اعتمادة أو رفعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية فالإجراء الروتيني المتخذ والمتبع في بعض الدوائر الحكومية يصيب المستثمر بالنفور ويجعله يبحث سواء كان عن أماكن أخرى أو طرق أخرى يستثمر بها بشكل أسرع وذات عائد مادي بشكل سريع له طيب إذن هذا بالنسبة للتحديات عندما تحدث أيضا عن الاستثمار هل الدولة تتجه إلى استثمارات جديدة في هذه المناطق كما هو الحال في الهيئة الملكية للعلا والذي أعلن هذا المشروع الذي أعلن مؤخرا مشروع البحر الأحمر هل تحتاج هذه المدن أيضا إلى مشاريع تتبنىها الدولة تتبنىها صندوق الاستثمارات تتبنىها الحكومة أم بالإمكان لأي شركات صغيرة أي مستثمر أن يستثمر فيها لا بالعكس ما زالت بحاجة أنا قبل فترة نشرت مقال في صحيفة المدينة كان بعنوان المنطقة الحرة في قلب الشمال وقلب الشمال أقصد فيها منطقة الجوف الموقحة الاستراتيجية تجمع أرأر الحديث الشمالية وبجوارها دولة العراق الشقيقة جمهورية العراق أيضا تبوك أيضا حايل عروس الشمال فموقع الجوف مميز استراتيجيا على مستوى ليس بالمستوى المحلي ولكن على مستوى الخارطة بشكل عام هنا خلينا نبحث عن تنمية اقتصادية أو رافض اقتصادي مميز للسعودية وإيجاد منطقة حرة ولسيما أن هناك ثلاث مدن اعتمدت مؤخرا ولكن إلى الآن لم ترى النور منها مدينة صناعية متكاملة في منطقة الجوف ما بين سكاكا ودومة الجندل أيضا منطقة صناعية ما بين حايل وسكاكا أيضا منطقة صناعية توقع أن مساحتها أو شكت أو تقارب من 90 مليون متر مربع في محافظة القريات وجود أيضا السكة القطار وجود أيضا الطاقة المتجددة التي هي طاقة الرياح في منطقة الجوف موجودة الطاقة الشمسية وكل هذه تعتبر موارد من الدخل المادي والاستغناء بشكل عام أن الدولة بدل ما تكون معتمدة بشكل كلي على الاقتصاد النفطي والوردات النفطية والصادرات يكون اعتماد هنا على موارد أخرى تنوع بشكل عام التنوع الاقتصادي عندما تضع الدولة رأس مالها في أكثر من المجال الاقتصادي يكون مؤشر الخطر الاقتصادي والخسارة أقل بكثير الخطر أقل هل هناك مشاريع في المنطقة الشمالية للاستفاعدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل عام أطاقة متجددة هل من مشاريع أطلقت؟ طبعا أطلق مشروعين في منطقة الجوف مؤخرا إن شاء الله في القريبة أعتقد أن حسب المعلومات عندنا سفيوبا حجر الأساس مشروع طاقة الرياح التربيناتر الهوائية في الجوف 300 ميجاواط أيضا لمشروع الطاقة الشمسية 400 ميجاواط أول عكس 300 أو 400 يعني هذه في منطقة الجوف نتمنى حتى أن يكون هناك في استثمار سياحي في منطقة الجوف بشكل أكبر ليس من هناك اعتمدت مؤخرا بطولة الدبابات البحرية يأتونها من الخليج بشكل عام حتى تقوم هناك مسابقات وهي البحيرة الوحيدة على مستوى السعودية التوقع الثاني بحيرة هي في الشرق الأوسط بشكل عام بحيرة متكاملة من مياه طبيعية موارد طبيعية وانتجت في عز الصحراء وشاهدنا الكثير من الإعلانات لها عبر التلفاز والقنوات الفضائية تتحدث جميع هذه عن أهمية منطقة الجوف اقتصادياً لو تم استثمارها بالشكل الصحيح ولكن ما نحتاجه الآن فقط هو دعم المؤسسات وحتى نستطيع جذب رواس الأموال سواء كان في الخارج أو في الداخل للاستثمار في المنطقة طيب أستاذ محمد أيضاً أبناء هذه المناطق من شباب وشب وشابات يعملون قد يتجهون إلى المدر الرئيسية كالرياض وجدة للعمل إلى أي مدى هذه البرامج هذه المشاريع أن أطلقت تفتح أو تخلق فرص وظيفية للعديد وتخلق لهم فرص في هذه المناطق وتغنيهم عن العمل أو التوجه إلى المدر الرئيسية كالرياض وجدة طبعاً من الأهداف لرأيه 20-30 هو خفو نصبه البطالة إلى 7% تقريباً عندما نوجد مؤسسات استثمارية في منطقة الجوف أو في الشمال عامة طبعاً هذا يكون مردودها الاقتصادي على الوطن نضمن هنا مدى رفاهية عالية للمواطن نضمن بخلق فرص وظيفية كبيرة وضخمة في المنطقة بشكل عام يعني رح يحد فعلاً من المركزية يعني في السابق كان اعتماد المملكة بعيداً عن النفط على الرياض على الشرقية المنطقة الشرقية على جدة ثلاث موارد طبيعية كانت للسعودية أما أن خلقت الفرص الوظيفية والفرص الاستثمارية في منطقة الجوف في الشمال بشكل عام من تبوك إلى الحدود الشمالية هنا رح يكون فيه تعزيز لأبناء هذا الوطن يعني لو نضرنا إلى الرياض كم من مهندس كم من دكتور يعملون وهم من أبناء الشمال وكم من حادث يعني الاستثمار ليس فقط بالاستثمار المالي ولكن هناك استثمار فكري حتى على مستوى الجامعات في مؤخرا أطلق له الأمن السيبراني أيضا ما زلنا بحاجة إلى تنوع موارد الاستثمار حتى نستطيع فعلا إيجاد وخلق فرص وظيفية لأبناء المنطقة مما يساهم ويعززوا التنمية الاقتصادية في هذا الوطن هل هناك حاجة أيضا لإستثمارات سياحية بشكل رئيسي؟ هل هي فقط الإستثمارات السياحية؟ حدثنا عن الموقع الجغرافي، عن مواقع أثرية مواقع طبيعية في هذه المناطق هذا ما يتعلق بالاقتصاد السياحي هل من قطاعات أخرى يمكن استثمارها أيضا في هذه المناطق؟ طبعا منطقة الشمالية بشكل عام تضم منطقتين حرة محميات طبعا منطقة الخنفة ومنطقة حرة الحرة فيها طبعا من الثروة الحيوانية وخصوصا بعض الحيوانات النادرة في هذه المنطقة هذا يعتبر نوع من نوع الاستثمار إذا تم استثماره بشكل صحيح وتم توجيهه وتأسيسه بالشكل الصحيح أيضا الثروة الزراعية وخصوصا منطقة الجوف بشكل عام فيها أكثر من 23% من إنتاج الزيت والزيتون في المملكة العربية وإنتاج أيضا الإعلاف كذلك الإنتاج الزيتون 66% الزيت في الزيتون فلو نظرنا حتى الأسواق المحلية في المملكة بشكل عام لو وجدناها تستورد من أردن تستورد من أتركيا من دول خارجية رغم أن نستطيع أن يكون هناك اكتفاء ذاتي في المحصول والإنتاج الزراعي في منطقة الجوف لو تم فعلا دعمه من قبل الصندوق الاستثمار بشكل صحيح وتعزيز الشراكة ما بين المؤسسات والأفراد والصندوق بشكل عام ما هي الصدرات إذن ما هي المنتجات التي يمكن تصديرها والتي تميز المملكة إن كان في جودتها وفي أسعارها وتجعلها تنافسية في الخارج طبعا إنتاج الإعلاف إنتاج القمح نعتبر من ضمن أفضل دول تصدير الشيهات أيضا الفواكه وأنا لا أتكلم عن المملكة بشكل عام أتكلم عن جزئية جزئية الشمال إنتاج الفواكه فيها يمثل حوالي 9.2% أشجار الزيتون كذلك الضان حوالي 20% من إنتاج المملكة بشكل عام هذا بس في منطقة معينة بعيدا عن الاستثمار السياحي بعيدا عن الموارد بعيدا عن عيون الكبريتية اللي أصبح كثير من الناس في المملكة يتعالجون في مياه كبريتية في الخارج رغم أنها موجودة في السعودية لكن مهملة بشكل لا يمكن أن يتصورها إنسان العيون الكبريتية وهذا يعني مورد اقتصادي استثماري سياحي للمملكة فيما يخص الزراعة هل هي تستخدم فيها تقنيات الحديثة أم ما زالت أيضا تقليدية؟ لا لا طبعا الزراعة في منطقة بسيطة مشاريع ضخمة جدا بدون ذكر أسماء شركات حتى لا يصنف إلى تسويق أو شيء ذكر الأسماء أغلب منارات في الأسواق وفي المحلات كلها من إنتاج منطقة الجوف تقريبا سواء كان من منتجات حيوانية أو من منتجات زراعية وهذا طبعا ما يتم إلا عن طريق شركات ضخمة نقلت تجربة دول في الخارج إلى الأراضي السعودية وهنا يعني يسعدني أني أعرج على نقطة مهمة وهي ضرورة التعاون ما بين الشركات في الداخل والخارج ليكساب أبناء هذا الوطن نوع من نوع الخبرة لتعزيز كفاءات أكثر يعني هذا نقطة مهمة جدا نحتاج أيضا إلى استقطاب شركات أجنبية تنقل خبراتها وتنقل التطور التقني في هذه الصناعات طبعا أكيد لأن السعودية بشكل عام أو ليس بس السعودية ليس هناك الدولة تستطيع أن تحتمد أو تكون اقتصادها منفصلة عن الاقتصاد الخارجي حيث أن الجزء لا يتجزى من الاقتصاد الخارجي فهذا الموضوع أن وجود الشركات المساهمة في الأراضي السعودية من الخارج يعزز من التثقيف والتطوير الأيد العامل في السعودية يكساب الخبرات في مجال جديد سواء كان مجال الزراعة مجال الصناعة مجال الاستثمار السياحي مختلف الأنواع الاستثمارية ما بدأ اكتمال البنية التحتية في هذه المدن من مستشفيات مدارس جامعات وغيرها من الخدمات الأساسية التي تحتاج لها كل منطقة لا ربما يزعل بعض الناس في منطقة الجوف لكن فليسمحوا لي بشياد ما زالت البنية التحتية تحتاج للكثير سواء كانت من بنية إلكترونية أو غيره عندنا في منطقة الجوف إلى الآن ما زالت نوعنا متخلفة لكن نأمل إن شاء الله في الأيام القادمة أن يتم إن شاء الله التركيز على البنية التحتية حتى نستطيع أن نجد أرض خاصة ولا أسمينها أرض مكرة لاستثمار وبناء شركات وأنها تنفق الدولة عليها بشكل صحيح أن تكون خارطة الاستثمار في السعودية واضحة حتى نعرف هذه المنطقة سوف يتم دعمها في المشروع الفلاني المنطقة هذه حسب احتياج المنطقة ممتاز شكرا لك الأستر محمد شراري كاتب أعلامي في صحفة المدينة وصلنا معك إلى ختام حلقتنا شكرا جزيلا شكرا مقدر لك أن توجي مع مشاهدين شكرا لك مشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم ومتابعتكم وعلى اللقاء شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة